وأهل مكة كانوا معندين وكل شوية يطلبوا طلب جديد ومن طلبتهم أنهم قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا أنزل عليه ملك والآية دي لها قصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قومه للتوحيد وقدم لهم كل الأدلة اللي بتدل على وحدانية الله وكلمهم كلام بليغ فقال له واحد اسمه زمعة ابن الأسود والنظر ابن حارث ابن كلدة وأبي بن خلف والعاصي ابن وائل ابن هشام بيقولوا له إيه لو جاء معك ملك يا محمد يكلم عنك الناس ويتكلم عنك والناس تشوف الملك معك يعني عاوزين يشوف الملك ده مع سيدنا النبي فربنا سبحانه وتعالى كشف أمرهم لسيدنا رسول الله وأنزل قوله سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك وربنا سبحانه وتعالى أجاب عليهم بجوابين الجواب الأول ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون لو أنزلنا عليك ملك في صورته الحقيقية وشفوه بأعينهم لزهقت أروحهم من هول ما شهادوه ساعتما يشوفوا الملك خلاص هيصعقوا من غير تأخير أو انتظار والجواب الثاني ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يعني لو جعلنا النذير اللي هم بيقولوا ويطلبوا أن يظهر معاك يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لجاءهم في صورة رجل لأنهم مش هيقدروا يشوفوا الملك على حقيقته الأصلية شكرا شكرا